ازايكو يا الاز واصيع ناس في العالم. انا النهاردة اسمي كابتن محمد. لبست دي النهاردة عشان ما حدش قلش عروي. انا اسمي كابتن محمد. بس تغرب اول موضوع ده. انت دايما بتلاقي ناس مسلا لو انت معضل شوية صغير ولابست تشيرت اديدوس مسلا ديقة شوية بقيت كابتن بتاخدت لقب وفي ناس كتير قوي بتتعب عشان تاخد اللقب ده. بس انت بتاخده بمجرد تشيرت وشوية ضغط مسلا بتعمل عشان عد وراء بعض. صراحة انا بتصور بالموبايل فما تستغربوش ممكن الصورة ما تبقاش نفس الصورة بتاعت المرات الفاتية. تقول لي رأيكم برضو حسيت كده ان انا عايز اعود نفسي ان انا ملتزمش ان انا لازم امسك الكاميرا واعدله. عايز افتح الموبايل وصور. فبرضو بقولوا لي ايه رأيكم في او الشكل او كده ايش طب بالنسبة لكم ولا لا والصوت كده يعني. طبعا انتوا عارفين موضوع التحدي اللي عملنا له كده مع بعض. عملنا روتين كده. قلنا الروتين ده بتاع رمضان وبتاع ونعمله تحدي مع بعض وبتاع. فانا طبعا بصراحة انا هقول الحقيقة انا مش هقدر امثل لانه انا شايف ان انا فشلت تقريبا في التحدي. يعني لو ادي نفسي مثلا من عشرة ممكن ادي نفسي ستة من عشرة. طبعا انا كنت كنا بقول مثلا ان احنا هنقول الاسكار انا او هقول لكم لانا عملته. في الصبح كنت بقول الاسكار اول مباصحة. بصلي الفروض الحمد لله. ماشي في اجزاء القرآن كلها تمام. الحمد لله كنت بصلي الترويح كل يوم ما فيهش. الحاجات اللي ما عملتهاش بقى. انا كنت كل يوم بعمل على الموبايل منبه كل يوم عشان يصحيني. كنت في الاول بعمله قبل الفجر على طول عشان اصحى اشرب كوبات مية او حاجة واصلي ونام. لقيت ان احنا ممكن اوقات نلاقي فجأة اليوم جري. معرفش اللي حصل بقت الساعة مثلا اتنين بالليل. فبروه عامل الساعة مثلا اربعة. اهو اربعة ونص. مش فارق مع المية. المين ما صل الفجر. بعمل منبهين. اربعة واربعة ونص. والله العظيم بنام. بلاقي ان الساعة بقت عشرة الصبح. انا مش فاكر اللي حصل. مش فاكر اصلا ان صحيت قفلت المنبه. فطبعا طبعا ببقى عايزة موت نفسي من كتر ما اللي هو انا مش عامل اللي حصل. ففي العشرين يوم دولة مسلا انا صليت في يوم الفجر عشر مرات. من ثمن لعشر مرات بالكتير. مش فاكر الباقي. والله العظيم مش فاكر الباقي. فده حاجة بالحاجات اللي هي بالنسبة لي ممكن تكون ضيعت لي مثلا بقدتني فيه ثلاثة من عشر يضعوا مني. التوانين على الاقل اللي بتمرن من الاربع لخمس مرات على الاقل في الاسبوع. الحمد لله. الماشي اللي قبل الفطار. الشغل ما بيخلصش لحد ممكن عادي جدا لحد الساعة خمسة ونص طبعا في رجالة معنا وبنات معنا في الشغل. نفسه ما بتبقاش موجودة اوى عند كل حد يعني. فما فيش مشكلة نشتغل بعض الفطار عادي. فالفيديو ده عامله عشان بس اقول لو انتم معرفتوش تزبطوا زي كده في الاعمل اللي فاتت في العشرين اللي فاتوا. يعني انا هحاول قد ما اقدر العشر تيام الجاة دي ان انا ادوس على نفسي شوية زيادة بدلا ما اعمل منبهين اعمل اربعة خمسة عشان يطلعوا ميتين لحد ما اقوم هدعي اه هسبت الادعية اللي انا كنت ادعيها في الاعمل اللي فاتت هسبتها او ازودها كمان او اتك عليها ادعيها في الفطار والسحور والتهجد والفجر ادعيها كلها عشان ان شاء الله تتحقق ومن اهمها طبعا ان ربنا يقبل الصيام والقيام والعيدكم من النار دي تبقى طحفة مش عايز اللي هو اقبالغ في الموضوع قوي بس يعني نستغل الفرصة قوي الفترة الجاة دي وان شاء الله نخش على عيد بصفحة نظيفة او صفحة مليلة حاجات حلوة عمتة يعني بس كده شكرا جماعة اول انت فرجتوا ان شاء الله يعني يبقى عشرة يام سهلة ونتبسط فيهم قوي واشوفك في الفيديو الجاي سلام